فضيحة جديدة المستشار النمساوي السابق كورتز يدير الشركة اماراتية مملوكة للدولة كورتز خلال وجوده عمل تعاقدات على موضوع الهايدروجين ودلوقت هو ماسك شركة مصدر الاوروبية اللي هي الشركة الاماراتية هل ده فساد مالي ولا استفادة شخصية يعني هو يتهم دلوقت انه هو بيعمل عملية استفادة شخصية رغم الملاحقات القانونية وان كان لم يتم بعد ادنته قانونيا بشكل واضح هذا الخبر اليوم قامت بتسريبه صحيفة ديرشتاندر المحسوبة بشكل او باخر على اليسار يعني على حزب الاسبي بشكل او باخر يقال هذا لا اجزم لا انفي ولا اؤكد ويقال ايضا انها مستقلة ولكن فعليا هذه الصحيفة محسوبة وهي اللي قامت بتسريب هذا الخبر ونشرته كافة الصحف النمساوية اليوم بما فيها انفوغراد يقال ان السيد سيباستان كورس المستشار النمساوي السابق المخلوع انه انه يقال انه الان يدير شركة مملوكة للدولة الاماراتية بعقود وقعت في الفترة التي كان بها مستشارا لاننمسا اذا هذا الموضوع هو يقاس على انه حقق منفع شخصية من خلال مصلحة الدولة النمسا قامت بتوقيع عقود مع الامارات والسيد سيباستان كورس المخلوع من منصب المستشار اليوم هو يمثل ادارة احد هذه الشركات فهنا بصراحة الستاذ ممضوح السؤال الذي يطرح نفسه راقب انتان خبر السابق ماذا اخذنا اشخاص محصوبين على المخابرات وعلى حزب الحرية يتعاونوا ضد النمسا لصالح روسيا السيد سيباستان كورس المحسوب على الافوبي اليوم ايضا هذه الورقة او هذا التسريب او هذا المعلومة التي خرجت انه يدير شركة اماراتية طيب ضرب الحرية من جهة ضرب الافوبي حزب الشعب من جهة من المستفيد اذا اليوم طب لماذا هذه الملفات خرجت اليوم لماذا هذه الامور طلعت الان هذا دليل ان نحن في معركة انتخابية تحاول جميع الاحزاب بشكل او باخر بما فيها الخضر التي هو فعليه متلف مع الافوبي بان يضرب الجميع بالجميع اليوم كافة الفضائح التي اعتادت النمسا على سماعها ومتبعتها هي الفترة التي تسبق الانتخابات التي هي في سبتمبر المقبل الشهر التاسع فبالتالي استاذنا مضوح حتما حتما سيبستر كورس اكيد ليس ليس من حقه ادارة يعني الاستفادة من شيء من شيء من عقد بس هو دلوقتي مش محسوبة للحكومة محسوبة للحكومة ولكن الامارات حتما يجب عليها ان تجيب حتما سنراقب الاحداث وستجيب عن هذا التساؤل وعلى هذه الحملة الاعلامية الفعل الشعواء التي شنت عليها اليوم في وسائل الاعلام النمساوية فهي المطلوب منها ان تجيب بهذا الشعن من نقطة اخرى من نقطة اخرى لماذا يعني عقد مع الامارات بهذه القيمة وبهذا الوزن وبهذا الوضع يعني اين النمسا واين الامارات وهذا التباعد الجغرافي النمساوية يعني الاتفاقات يمكن غير مجبوحة هو تنفيذ الاتفاقات هو مجبوح لكن الاتفاقات طبعا من حق النمساوية لا تعمل اتفاقات من هذه العقود او الاتفاقيات مع دول بصراحة ويأتي سيباسيان كورس الذي خارج من قضية فساد والمحسوب على قضية فساد ويحاكم حتى الان ولم تنتهي القضايا وتخرج علينا هذه المعادلة يعني بصراحة يوجد مشهد ضبابي للغاية لا يستطيع تفسيره الا الساسة النمساوية وانا اقول لك من الان لن يفسر وسيمضي وسيستفيد كل مستفيد بالشكل الذي يراه لان هذا ما اعتدنا عليه في النمسا كل قضايا الفساد عادة تخمد في مكانها خاصة ان كانت محسوبة على على الاحزاب او محسوبة على جهاز المخابرات النمساوي جهاز المخابرات النمساوي طبعا بعد ان اختحمه السيد هيربت كيكل رئيس حزب الحرية في العام 2017 صراحة اصبح جهاز بهدل جهاز بلا سمعة جهاز مستباح كما يقال يعني واعتدت الاحزاب النمساوية تعرف استاذ ممدوح ان تلفظ الاشخاص المتهمين منها حزب الاوفا بي لفظ سباستان كورت حزب الاف بي او لفظ زيد سباستان كورت بيقوله لهو غير مدان احتمال يرجع تاني في اي وقت يعني يعني في تكونات في حال في حال ولكن خلاص الشبهات تدور حوله هو سقط شعبيا نعم سباستان كورت سقط شعبيا اي بس برضو هناك محاولات هما المشكلة هذكر السنشراخي اعلن ترجيح الانتخابات فيينا المقبلة يريد ان يكون البولتمايستر العمدة فين نعم